ارتبط اسم المسيحيين بتاريخ العراق قديما وحديثا كمكون رئيس ساهم في الحراك السياسي والعسكري والاقتصادي باعتبارهم ضمن النسيج الاجتماعي في عراق ما قبل الغزو الأمريكي لكن ما بعد الغزو ليس كالذي قبله مليون ونصف المليون مسيحي يقطنون العراق تناقص عددهم إلى أقل من 300 ألف بعد عام 2003 بحسب الشؤون الدينية المسيحية بمحافظة دهوك احتل الأمريكيون العراق فبدأ مسلسل استهداف المسيحيين في حلقات طويلة من الاغتيالات والقتل العشوائي والاختطاف فما بين عامي 2004 و2010 وقعت سلسلة من الاعتداءات على الكنائس في بغداد إضافة لعمليات قتل وخطف لرهبان ومطارنا يضاف إلى ذلك عشرات القتلى والجرحى من المدنيين المسيحيين وكان أشدها على الإطلاق مجزارة كنيسة سيدة النجاة ببغداد والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى في شهر تشرين الأول عام 2010 ومع سيطرة تنظيم الدولة على الموصل عام 2014 أصبح المسيحيون كغيرهم من سكان سهلينين وضحية تهجير وتشريد والطهاد المرصد الآشوري لحقوق الإنسان وصف تلك المرحلة بعدة تقارير أكد فيها أن نهاية محنة المسيحيين مع تنظيم الدولة كانت البداية لمرحلة جديدة من التغيير الديمغرافي برعاية ميليشيا الحشد واتهم المرصد الآشوري حكومة العبادي بمباركتها لانتهاكات ميليشيا الحشد بحق المسيحيين ومحاولتها سلق هويتهم والإساءة لمعتقداتهم الدينية لاعب آخر هو المستفيد من تهجير المسيحيين والاستيلاء على أراضيهم وهذا اللاعب بحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية النظام الإيراني الذي يريد جعل سهولينين وجزءا مهما لهلاله التوسعي الممتد بين طهران وبيروت بحسب تقرير لفوكس نيوز وتقول الشبكة إن إيران تحاول اختراق مناطق المسيحيين ودفع من تبقى منهم إلى الهجرة فمرة تجند منهم ميليشيات تمارس اضطهادا بحق المسيحيين أنفسهم ومرة تحت قوة السلاح تجبرهم على بيع أراضيهم